الموسوعة الثقافية ظهرت في عصر التنوير وتم نشرها ما بين سنة 1751 وسنة 1772 في 35 مجلد والعلماء حاولوا من خلال الموسوعة دي تسجيل مدى تساع المعرفة البشرية فعصر التنوير ده كان مليان بالفلسفات والأفكار الجديدة عن العالم اللي حولينا وكمان عن الناس اللي بيعوشوا فيه فعصر العقل أو التنوير ده ظهر في آخر القرن السبعتاشر وسيطر بالكامل على القرن الثمنتاشر فالناس في أوروبا بدأت تبتعد عن الدين كدليل لكل أفكارهم واتجهوا نحية العقل والتفكير العقلي والمنطقي والتعليم أصبح شيء بالغ الأهمية بشكل كبير جدا والناس كمان بدأت تكتشف الأفكار اللي أثرت على تطور أوروبا وأمريكا الشمالية لدرجة أن التنوير أو التفكير العقلي لعب دور مهم جدا في الثورة الأمريكية فعصر التنوير أو عصر العقل ده ظهرت فيه أفكار كتيرة جدا ولكن احنا بقى في الحلقة بتاع النهاردة هنتكلم عن أفضل أو أحسن سبع أفكار ظهرت في العصر ده واللي أثرت وما زالت بتأثر في العالم لغاية النعاردة أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سرديد الفكرة الأولى هي المنهج العلمي في التفكير المنهج العلمي في التفكير ممكن يكون النهاردة من أشهر الأفكار أو النظريات واللي بيتم تدرسها لمعظم الناس في حصة العلوم من وهم لسه أطفال ولكن على الرغم من كده الطريقة العلمية دي في التفكير مكنتش طريقة بديهية يعني معظم الناس مكنتش مولودة أو الإنسان مبدأش حياته هو بيفكر بالطريقة دي فقبل عصر التنوير كان الناس بيميلوا لاتباع طريقة علمية قائمة على المناقشة واللي بيبقى فيها طبعا وجهات نظر متعددة ومختلفة والعملية أو الطريقة دي كان بيطلق عليها الطريقة الأرستية وكان الناس بيستخدموها من القرن الرابع قبل الميلاد ولكن بقى مع نموة وتطور الثورة العلمية الناس احتاجت لطريقة أو عملية جديدة في التفكير فالطريقة العلمية اللي بنعرفها النهاردة بدأت مع عالم اسمه فرانسيس بيكون واللي عاش في اندلترا من سنة 1561 لسنة 1626 وكان سياسي وفيلسوف وكاتب ولكن مسيرته السياسية انتهت فجأة لما تم اجتهامه أو أدين بقبول الرشاو وهو بقى ككاتب وفيلسوف كان مهتم جدا بالعلوم وحس كده ان العلماء محتاجين لطريقة معينة في التفكير علشان يتوصلوا بيها لاستنتاجات غير متحيزة ففي سنة 1620 بيكون ده أنشأ أو أسس لنظام أو اتجاهات جديدة حقيقية واللي بتتعلق بتفسير الطبيعة واللي لخصها أو أوجازها في كتابه طريقة بيكون يعني والطريقة دي بتتطلب التفكير الاستنتاجي والتجارة بالقابلة للتكرار والضبط فبيكون بيعتقد ان الناس بتبتد البحث بأفكار مسبقة لنتيجهم واللي ممكن تقود الشخص اللي بيقوم بالبحث ده لتحريف الأدلة وده سواء كان العالم على ضرية بيها أو لأ ولكن بقى الطريقة العلمية اللي هو أسسها بتقلل بشكل كبير جدا من فرصة التدخل أو التحيز للنتائج وده بالتالي بيسمح بوجود بيانات علمية أكثر موثوقية وعلى الرغم من إن اللي عملوا بيكون ده حصل تقنيا قبل عصر التنوير أو عصر العقل إلا إنه أصبح شائع جدا خلال العصر ده عصر التنوير أو العقل وفيه علماء كتير تانيين زي روبرت بويل وهو عالم وفيلسوف مخترع واللي برع في علم الفيزياء والكيميا استخدموا الطريقة العلمية دي في التفكير في الجمعية الملكية واللي هي عبارة عن مجموعة من العلماء الإنجليز وكل الأفكار المنهجية والعقلانية دي للمنهج العلمي في التفكير أثرت بشكل كبير جدا على كل المفاكرين والعلماء اللي كانوا موجودين في عصر التنوير وده اللد ده أو خلق للعصر ده أساسه المنطقة أما بقى الفكرة التانية فهي نظرية العقد الاجتماعي فكان لنظرية العقد الاجتماعي تأثير كبير جدا على العالم الغرضي وكانت واحدة من أهم الأفكار التأسيسية للثورة الأمريكية والفضل في الفكرة الثورية دي بيرجع للفيلسوف الإنجليزي جون لوك واللي عاش في الفترة من سنة 1632 لسنة 1704 واللي بيطلق عليه كمان اسم أبو الليبرالية وده لأن معظم نظرياته ركزت على حق الفرض في الحرية فلوك بيقول أن الناس عندهم حق طبيعي في الحرية الشخصية وأن وجود الحرية الشخصية دي هي أكثر أهمية من وجود السياسة والحكومة وهو بيقول برضو أن الحرية دي في نفس الوقت ما ينفعش يتبقى مجردة من الأخلاق والأحكام الاجتماعية وأن الناس كمان لازم تتمتع بحرية الاختيار والمساواة قدام القانون كل الأفكار دي أثرت بشكل كبير جدا على نظرية لوك للعقد الاجتماعي فالعقد الاجتماعي ده هو عبارة عن اتفاق بين مجموعة أو مجتمع من الناس والاتفاقية دي مش لازم تكون دايما اتفاقية صريحة أو اتفاقية منطوقة ولكن الناس بيكون عندها كده حس اجتماعي أو واجبات وتوقعات محددة لمجرد أنها عايشة في بيئة أو في مجتمع معين ولوك ركز في نظرية دي على مسئوليات الطبق الحكمة زي الملكية مثلا وقال أن الملك له الحق في الحكم ولكنه في نفس الوقت مطالب أو مسئول أنه يدعم حقوق الناس في الحياة والحرية والملكية وإذا كان الملك ده ما بيقومش بدوره في حماية الناس ويلتزم بمسئولياته أو نصيبه من العقد الاجتماعي فيحقل الشعب في الوقت ده إبعاده عن السلطة ولوك كتب كتاب بعنوان أطروحتان عن الحكومة وده في سنة 1689 واللي حدد فيه وجهات مظهره بخصوص الحكومة والحقوق الفردية للأفراد والكتاب ده فضل أكتر كتبه شعبي والأفكار والفلسفات بتاعته كان لها تأثير كبير جدا على الثورات في فرنسا والولايات المتحدة وكمان الكتير من أفكاره أكثر بشكل كبير جدا على إعلان استقلال أمريكا والأفكار بتاعته دي لسه بتأثر بشكل كبير جدا وغاية النهاردة على الإعلاب خل ما بين الحكومة والأفراد وخلق لغاية النهاردة صراع أو نضال كبير جدا ما بينه السلطة والحرية الشخصية للأفراد الفكرة الثالثة قوانين الحركة الثلاثة عصر التنوير أو عصر العقل اكتشف لنا أفكار في مجالات كتيرة جدا مش في السياسة بس وطالما هنتكلم عن قوانين الحركة الثلاثة فلازم في الحالة دي نتكلم عن إسحاق نيوتب واللي عاش في الفترة من سنة 1642 لسنة 1726 ولكنه دخل التاريخ بسنة 1687 وده بكتابه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبعية واللي كان كتبه للمجتمع العلمي مش للأفراد أو لعمة الناس وده لأنه ما كانش فيه أي ملخصات أو استعارات أو توضيحات معينة وتفسيرات لللي موجود في الكتاب واللي المفروض تساعد الناس علشان يفهموا إيه اللي مكتوب جوا الكتاب فالكتاب ده كان كتاب علم بحث وطبعا ده شيء يعتبر غريب جدا بالنسبة لنا النهاردة ولكن بعض العلماء بيقولوا أن نيوتن عمل كده عن قصد وده علشان يتجنب التحقيق أو المسائلة من جانب محاكم التفتيش لأن رجال الدين في الوقت ده كانوا بيتطهدوا الأفكار العلمية اللي مش متوافقة مع معتقدات الكنيسة فنيوتن كان فاكر بالطريقة دي أنهم مش هيقدروا يتطهدوه وده لأن رجال الدين أو رجال الكنيسة مش هيفهموا أي حاجة من المصطلحات أو الأفكار العلمية اللي هو كتبها في كتابه ولكن عموما أفكار أو نظريات نيوتن دي أصبحت جزء أساسي من الفيزياء الحديثة وتم تطبيق الكتير منها من علمه وعمله على علم الفلك بالتحديد فقانون نيوتن الأول بينص على أن الأشياء المتحركة يجب أن تظل في حالة حركة حتى تغير قوة أخرى تلك الحركة فالقانون ده بيطبق على الأشياء اللي في الفراغ بحيث أنه ما يكونش فيه أي وجود الجاذبية ونيوتن أكد أن الأشياء ما بتتغيرش من غير ما تتفاعل مع البيئة وكمان أكد أن الأشياء بتتحرك في خط مستقيم وعلشان كده أكد أن أي تقوس أو أي منحنة لقوة بتؤثر على الجسم ده وده اللي شرحوا أو فصر بين نيوتن مدارات الكواكب حوالين الشمس أما بقى قانون نيوتن الثاني فبيتعامل مع تسرع الجسم فالقوة الخارجية تقدر أنها تغير اتجاه الجسم أو سرعته ولكن القوة السابتة بتخلق سرعة سابتة وده القانون اللي استخدمه نيوتن علشان يشرح به أسباب دوران الكواكب حوالين الشمس بدل أنها تتحرك بشكل مباشر نحية الشمس أما بقى قانون نيوتن الثالث فبيقول أن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه أو بطريقة تانية أن لكل فعل رد فعل متساوي ومتعاكس علشان كده لو نقرت على طاولة أو على طرابيزة بصوابعك فالطاولة أو الطرابيزة دي هتنقر على صوابعك بنفس القوة للخلف فكل أعمال نيوتن دي أزهدت مفكرين عصر التنوير بشكل كبير جدا واستمر تأثيرها على العالم لغاية النهاردة وده في كيفية رؤيتنا للفيزياء ومزارة قوانين نيوتن للحركة بيتم تدرسها لغاية النهاردة في المدارس ولسه بنستخدمها لغاية النهاردة علشان نفهم العالم ده بيشتغل وبيتحرك الزالث الفكرة الرابعة فروع الحكومة واللي على الرغم من أنها تعتبر النهاردة فكرة شائعة وعادية جدا ولكن فكرة فصل السلطات جوه الحكومة كانت تعتبر لغاية فترة قريبة جدا فكرة جديدة نسبيا واللي ترسخت خلال عصر التنوير أو عصر العقل وده بمساعدة الفلسوف الفرنسي المعروف فونتسكين واللي عاش من سنة 1689 لسنة 1755 واللي على الرغم من أن بدايته كانت في وظيفة المحامات إلا أنه أصبح كاتب واشتهر بنشره لكتاب روح القوانين سنة 1748 فمونتسكي أكد على ضرورة تأسيم الحكومة لعدة فروح وكل فرع منها ملتزم بجانب من جوانب الحكم وده سواء كان جانب تشريعي أو جانب قضائي وإن الطريقة دي هتخلي كل قسم أو كل فرع يركز على وظيفته ومهمه وفي نفس الوقت فصل السلطات دي عن بعضها يمنع الفساد فمونتسكي وكتابه أعادوا هيكلة الحكومات ودعوا الحكومات لمراعاة التراث الثقافي للشعب حتى أنه كمان دعا لإنهاء العبودية وكان كتابه روح القوانين أو روح القانون كان مثير للجدل بشكل كبير جدا لدرجة أن الكنيسة الكاثوليكية حذرت الكتاب ده وده بعد ثلاث سنين بس من نشر ولكنهم بالرغم من كده ما قدروش يوقفوا انتشار أفكار مونتسكي والمفكرين التانيين اللي كانوا موجودين في فترة عصر التنوير أو عصر العقل اكتشفوا الآثار المتلتبة على تقسيم الحكومة لفروح ومع استمرار انتشار الفكرة الناس بدأت تحط النظريات دي موضع التنفيذ وتطبقها وده في كل دول أوروبا واللي عمل مونتسكي ده أثر بشكل كبير جدا على الثورات في نهاية القرن الثمنتاشر وغير الطريقة اللي أنشأ بيها الناس حكوماتهم الجمهورية بعد كده وكمان أثر في رؤيتنا للحكومات النهاردة وده في نفس الوقت اللي لسه فيه لغاية النهاردة بنشوف أفضل طريقة لإنشاء حكومة تتجنب الفساد وفي نفس الوقت تهتم باحتياجات الناس الفكرة الخامسة الرأس مالية النظام الاقتصادي الأساسي اللي موجود في عالمنا النهاردة ابتدى في عصر التنوير أو عصر العقل وده مع الفيلسوف الليسكتلندي آدم اسمث واللي عاش من سنة 1723 لسنة 1790 واللي أصبح بيعرف بعد كده باسم أبو الاقتصاد الحديث في الوقت ده أوروبا استخدمت النظام التجاري اللي بينص على إن الدول محتاجة للتصدير أكتر من الاستراض وده في حالة لو إنها عايزة تجمع ثروة فكانت ثروة الأمم بتعتمد على كمية الدهب والفضة اللي تمتلكها كل دولة ولكن بقى الوريدات بتاعت كل دولة كانت بتجبرها على إنها تقوم بإنفاق الثروة دي فآدم اسمث أكد على إن السوق الحرة بتزود من ثروة المجتمع وإن السوق الحرة هتسيطر على نفسها من خلال ألية العرض والطلب والمصلحة الذاتية للإنسان وبالطريقة دي الوظائف الغير مرغوب فيها أجرها هيكون أعلى من باقي الوظائف التانية وده بالتالي هيسمح للفلوس الأكتر دي بتعويض الجوانب السلبية للوظائف الغير مرغوبة دي وكمان قام أدم اسمث بالدعوة إلى عدم التدخل في الاقتصاد بحيث أن التجار هيشتغلوا ويمرسوا نشاطهم من غير أي تدخل حكومي وقال إن التعاطف البشري هيوازن ما بين المصلحة الذاتية وهيخلق نظام اقتصادي مفيد للجميع وأدم اسمث كتب كتب كتير جدا عن نظرياته الاقتصادية ولكن أشهر كتبه كان تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم والكتاب ده ناقش مواضيع متعددة جدا زي الضرائب والأسهم والأنظمة السياسية والاقتصادية وأدم اسمث كان مشهور جدا بدرجة أن الحكومتين الإنجليزية والاسكتلندية عقدوا مع اجتماعات لمناقشة التجارة والضرائب وأفكار أدم اسمث الاقتصادية غيرت بشكل جزري الطريقة اللي بيبص بيها الناس للاقتصاد وإزاي الدول بتفكر في الثروة فأدم اسمث ساعد بشكل كبير جدا على دفع العالم الغربي نحية الرأس مالية واللي أصبحت النهاردة النظام الاقتصاد الدولي الأساسي واللي احنا بندرسه وبنعتمد عليه بشكل كامل في اقتصاد الفكرة السادسة الإنسانية والشر المتقصل فيها على الرغم من إن كتير من المفكرين في عصر التنوير كانوا بيعتقدوا أو بيعتبروا الناس كويسين وأخيار بطبيعتهم وإنهم بيميلوا بشكل طبيعي نحية التعاطف مع الآخرين إلا إن في بعض المفكرين بالقرب من نهاية عصر التنوير أو عصر العقل بدوا يستكشفوا فكرة إن الناس عندهم كمان ميل قاوي نحية الشر وكان توماس بين واحد من الفلسفة دول وهو فيلسوف أمريكي اشتهر بكتاب أو ورقة بحثية باسم الفطرة السليمة وتوماس بين عاش في الفترة من سنة 1737 لسنة 1809 وهو تولد في انجلترا ولكنه انتقل لأمريكا قبل اندلاع الثورة الأمريكية ولما انتقل بقى الأمريكا اكتشف إن لسه فيه مستعمرين كتير عندهم ميل أو مولاة للتاج البريطاني ولكنه فضل بحماس شديد جدا بأنه يدفع المستعمرين دول بقوة نحية الثورة على بريطانيا واعتمد بشكل كبير جدا في نشاطه ده على أفكار لوك اللي تكلمنا عنها من شوية وبالزاد في المواضيع اللي تتعلق بالمجتمع والحقوق الطبيعية ولكن بين أضاف فكرة إن الشر هو جزء دائم ومتأصل في الطبيعة البشرية أو في الوجود البشري وإن الشر بيكون موجود أكتر في المجموعات الكبيرة عن المجموعات الصغيرة وده بالتالي بيخلي المجموعات أو التجمعات الكبيرة معرضة أكتر للشر وقال إن الناس عندها شر متأصل فيها وفي طبعتها وتوماس بين دعا المستعمرين لإعلان استقلالهم واحتضان حكومة جديدة بدون نظام ملكي يكون أكثر ملأمة للحد من الفساد ونشاط توماس بين ده ساعد في إطلاق الثورة الأمريكية وتشكيل الحكومة الأمريكية الحديثة وكمان غير طريقة تفكيرنا عن الإنسانية وإحنا لسه لغاية النهاردة بنتصارع مع أفكار توماس بين دي الفكرة السابعة والأخيرة النظرية الذرية ممكن كلنا أو معظمنا يعتقد إن النظرية الذرية دي هي تطور علم جديد أو حديث ولكن بقى المفاجأة إنها كانت منتشرة في المجتمع العلمي لعدة قرون فكان روبرت بويل أحد مؤيد الضرة الحديثة وهو علم أيرلندي عاش من سنة 1627 لسنة 1691 وبدأ تعليمه في البلاغة والأخلاق ولكنه بعد كده أصبح صديق لسامو الهارتلب وده في خمسينيات القرن الستاشر وكان الهارتلب باهتمامات مختلفة في مجالات كتير واللي جمع أو أسس مجموعة من العلماء علشان يتبادلوا الأفكار والرسائل وبراءات الاختراع وغطت الدائرة بتاع هارتلب دي الكتير من المجالات العلمية وكان من ضمن العلماء اللي جمعهم هارتلب روبرت بويل واللي بدأ بسرعة في متابعة الأفكار العلمية دي مع أصدقائه من العلماء وأصبح كيميائي وعمل تجارب كتير جدا على الغازات وده مع العالم روبرت هوك واللي اكتشف فيها العلاقة العكسية ما بين ضغط الغاز وحجمه واكتشافه ده لسه معروف لغاية النهاردة باسم قانون بويل ومع كده فتعامل بويل مع الغازات أدى لاعتقاده بإن الغاز بيتكون من العديد من الجسيمات الدقيقة واللي هي أصغر من إنها تتشاف تحت المجر في ماكروسكوب ولكن مش كل علماء عصر التنوير اتفقوا معي على نظريته دي عن الزرات واللي أطلق عليها اسم الجسيمات ولكنهم فضلوا يحترموها ويقدروها بشكل كبير وكان روبرت بويل علم ممتاز جدا بيكرس مجهوده لتوفير المعلومات المنهجية والتخلص من البيانات الغير علمية وهو كان من أكبر المشجعين والمتحمسين للمنهج العلمي في التفكير والتجارب وانضم ليه علم كتير تانيين في تأسيس طريقة تجربية لإجراء التجارب وعلى الرغم من إنه أثر في كتير من العلوم خلال حياته ولكن التأثير الأكبر ليه في نشاطه وأفكاره كان في النظرية الزرية ولكن علمه وأفكاره في النظرية الزرية أثره بشكل كبير جدا على كيفية تطور العلم وده قاد العلم المعصرين في النهاية لاستكشاف الآثار المترتبة على الزررات فعلمنا النهار